موسيقى الوزير الأول ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19 وزارة التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح تطلق ملتقا لإدماج التقنيات التربوية الحديثة تعلوم القراءة والكتابة والحساب حملات التحسيس بخطورة الكورونا تتواصل على عموم التراب الوطني وقناة الموريتانية ترصد الأوضاع في أكثر من ملاي أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الثامنة بالتوقيت العالمي الموحج أصحبكم فيها محمد لمين والعبد الودود وعزة عبدهاشم كمان نرحب أيضا بزميلة عائشة عالية التي ترافقنا في هذه النشرة بلغة الإشارة إلى التفاصيل اترأس الوزير الأول سيد محمد البلال صباح اليوم في نواكشوت اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19 قد استعرضت اللجنة وضعية الجائحة في بلادنا حاليا ومدى نجاعة التدابير والإجراءات المتقلة لمواجهة الجائحة والتكفل بالمصابين وناقشت اللجنة بشكل مستفيد المعطيات الميدانية للوباء وطلعت على الجهود المبذولة لتكفل بالمصابين من خلال تعزيز التجهيزات الفنية ووسائل الكشف ودعم خطوط التزويد بالأكسجين والاستعالة بطواقم طبية من الداخل لدعم مستشفيات العاصمة التي تتعرض لضغط أكبر وبأطباء من المهاجرين الموليتاريين في الخارج بالإضافة إلى تعبئة طواقم أجنبية في إطار التعاون الدولي وقد عبرت اللجنة عن ارتياحها لنجاعة مختلف التدابير والإجراءات التي اتخذت الحكومة في هذا المجال وألحت في هذا الإطار على الإبقاء على الإجراءات المتقدة حتى الآن كما هي ما دامت الوضعية الوبائية في البلاد تستدعي ذلك ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية الضرورية خاصة منها التباعد وارتداء الكمامات وغسل الأيدي عدة مرات في اليوم والتحل المواطنين باليقظة الدائمة للمساهمة في انحصار انتشار هذه الجائحة من الأنشطة البرلمانية في هذه النشرة انعقد مؤتمر رؤساء بالجمعية الوطنية صباح اليوم برئاسة السيد سيدني أدرمان سوخنى النائب الأول لرئيس الجمعية وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد المرابط ولبو الناهي وقد أحال مؤتمر الرؤساء خلال الاجتماع مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون المتضمن مؤدونة التجارة إلى اللجنة الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضه في جلسة عالمية تفقد وزير الدفاع الوطنية أمس بمدينة الوذيف بعض المنشهات والمشاريع والتجهيزات التابعة لقطاع البحرية وشملت زيارة مقر خفر السواحل الموريتاني الجديد ومشروع بناء القاعدة البحرية وباخرة النملان الحربية بالمنارة الزرقاء في مدينة نوذيفو تفقد وزير الدفاع الوطنية السيد حننة والسيدي بعض المنشهات والتجهيزات التي كانت تتبع الجيش الوطني والتي أصبحت اليوم في الحيز الجغرافي بالمقر الجديد لخفر السواحل الموريتاني الواقع بتلك الناحية بعد ذلك أدى وزير الدفاع الوطني رفقة قائد البحرية الوطنية اللواء البحر محمد الشيخنة زيارة تفقد وطلاع لمشروع بناء مقر القاعدة البحرية التابعة للبحرية الوطنية الممولة من طرف ميزانية الدولة وعاين وزير الدفاع الوطني مدى تقدم الأشغال الجارية في مكونات هذا المشروع الذي يضم عدة منشآت ومرافق ومبانية لصالح عناصر البحرية الوطنية المحطة الموالية كانت على متن باخرة نملال البحرية التي عادت للتوم من رحلة خارجية شملت عدة دول وتجول وزير الدفاع الوطني داخل أقسام وأجنحة هذه الباخرة التي يعتمد عليها في أداء المهام الموكلة للبحرية الوطنية في أعلى البحار وعلى متن هذه الباخرة عقد وزير الدفاع الوطني اجتماعا مع طاقم الباخرة واستمع إلى توضيحات حول المهام التي تقوم بها الباخرة ضمن الوصول الوطني البحري الذي يتولى حماية المياه الوطنية وخلال هذه الجولة وقف وزير الدفاع الوطني ميدانيا على الطرق والآليات المتبعة في مجال مكافحة عمليات التهريب والجريمة العابرة للقارات زيارة وزير الدفاع الوطني لهذه المنشآت والتجهيزات تدخل في سياق المتابعة الميدانية لوضعيتها والتأكد من سلامتها لصالح تدية المهام الموكل لها وهنا في نواكشوت أطلقت وزارة التهريب الوطني وتكوين التقني والإصلاح بالتعاون مع لينوسكو والبنك الدولي صباح اليوم أعمال الملتقى الهادف إلى دمج التقنيات التربوية الحديثة لتعلم القراءة والكتابة والحساب الملتقى الذي نظم عبر تقنية الفيديو يهدف إلى تدارس آخر ما توصلت إليه نوريات البحث العلمي من خلال اعتماد مفهوم التربية الشاملة الحديثة يجمع هذا اللقاء لفيفا من الخبراء التربويين الوطنيين والدوليين سعين البحث عن أفضل مقاربة تربوية تموكل من تجسيد البرامج التي تمت مراجعتها خاصة المتعلقة منها بالمراحل التسيسية العملية التعليمية قطاع التهريب الوطني والتكوين والإصلاح بيّن أن انطلاقة انشطة إدماج التقنيات التربوية الحديثة لتعلم القراءة والكتابة والحساب يأتي ضمن جهود القطاع الرامية إلى تحديث وتطوير المرحلة التجريبية للمناهج التربوية في هذا الإطار تتنزل سلسية اللقاءات التي تنطلق اليوم بين خبراء التربية من أجل تدارس آخر ما توصلت إليه نظريات البحث العلمي في حقل العلوم التربوية خصوصاً فيما يتعلق باعتماد مفهوم التربية الشاملة من خلال الدروس المقطعية بغية تحقيق تحسن سريع وملموس على صعيد اكتساب مهارات القراءة والكتاب إن اختيار هذه مقاربة التي ترتكز على مهارات القراءة والكتابة والحساب في المرحلة الأساسية يمثل استمراراً للجهد الكبير الذي يبدو له خبراء التربويون في سبيل الأخذ بهذه التقنيات في المرحلة التجريبية لمناهج جديدة وكذا في تجسيدها في الكتاب المدرسي الذي نريده مجسداً لكل تلك المقاربات مع مراعاة ما يتطلبه الكتاب المدرسي من تبسيط ومباشرة في الأسلوب إن ذلك كله يجعلنا ممتنين لشركائنا في هذا المجال وخصوصاً للدعم الذي ما فتئت منظمة نونسكو تقدمه لنا في مجال توفير الخبرات التربوية المتميزة خلال مختلف مراحل هذا المسار التي ليس أقلها أهمية تكوين طواقم التأطير فلها منا كل الشكر والامتناء وعبر تقنية الفيديو كونفرانس شارك خبراء تربويون من اليونسكو زملائهم الموريتانيين في تبادل المعلومات المرتبطة بتوفير الخبرات التربوية الحديثة والآليات المناسبة لجعلها في المقاررات الدراسية أفرزت النتائج التصحيحية للتصفية النهائية من امتحان مسابقة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتون المحورية النتائج التالية وفقا للمعدل العام لكل مشارك الفائز الأول إبراهيم ولمحمد لمين عن ولاية الحوض الغربي الفائز الثاني نور شريف لمانا لمانا عن ولاية إنشيري الفائز الثالث إبراهيم الشيخ عن نواكشوط الشمالية وقد تهال لهذه المرحلة خمسة واربعون متسابقة يمثلون ولايات الوطن الخمسة عشرة للتوضيح أكثر حول المسابقة وظروفها نستضيف لكم مباشرة السيد الولي ولطاها مدير النشر والإعلام بوزارة الشهر الإسلامية والتعليم الأصلي أهلا بكم سيد المدير أهلا وسهلا نسأل بداية ما أهم ما هي الإجراءات التي تمت فيها هذه التصفيات النهائية لهذه المسابقة وبما اتسمت أهلا نسأل شكرا المسابقة كما تعلمون هي مسابقة جائزة رئيس الجمهورية لحفظ وفهم المتول المحضرية وهي تشكل في الحقيقة انتصارا للبصمة الخاصة لموريتانيا وهي البصمة المحضرية التي أبانت من خلال مخرجاتها عبر التاريخ وحتى اليوم أنها تشكل نموذجا فريدا في العطاء العلمي في هذا الزمن وسابقا أيضا في هذا الإطار توجه فخامة رئيس الجمهورية بهذه الجائزة وعبر وزارة الشؤون الإسلامي والتعليم الأصلي في تصفية الأولى جرى الامتحان على مستوى ولايات الوطن الخمسة عشر كل ولاية فيها مركز امتحان ومن تلك الولايات أفرزت النتائج ثلاثة من كل ولاية على النمط المرصود السلفان وبين الخمسة عشر بين الخمسة واربعين اللي هي ثلاثة ضربة خمسة عشر خمسة عشر ولاية إجارة التصفية النهاية أخيرا في نواكشوت والتي خرجت نتائجها اليوم بالنسبة للتصحيح في فترة المرحلة الأولى والمرحلة اليوم كان تصحيحا يتسم بمستوى عال جدا من الشفافية عبر التوهيم ومراحل سكرتاريا وعبر اختيار لجنة تصحيح متميزة من أكابر علماء البلد هي التي أشرفت علىها تصحيح بالتالي كانت لا مطعن فيها والوزارة التي أشرفت على هذا الأمر تفتح المجال لأي إنسان له أي طعن أي متسابق له الحق وبالمناسبة هذا حق مشروع له واضح أن يأتي متظلما وسيجد رد الشافي عبر ورقة الانتحان سليم ما أهم المتون التي شملتها المسابقة في مختلف مراحلها حتى الآن المسابقة كانت مسابقة موسوعية كانت تتسم بشمولية الموسوعية التي عرفت بها المحضرة فكانت في الفقه وأصوله وقبل ذلك في القرآن وتفسيره وعلومه ثم في الحديث والسيرة واللغة والأدب والبيان والمنطق إلى آخره من الفنون المشهورة في المحضرة الموريتانية وفعلا المحضرة الذين أفرزتهم سيكونون علماء بامتياز لا يمكن أن يصعد في التصفيات النهائية إلى العلماء بالتالي عبرها سنكتشف نوابغ ربما في بعض الأحيان كانوا مطمورين لا علم لأحدهم بهم كما أن هذه المسابقة ستخلق جوا من التنافس الإيجابي في هذا الإطار لأن أكثر ما يعاني منه العالم الإسلامي اليوم هو طغيان العاطفة غير المتفقهة أحيانا تكون العاطفة الدينية جياشة ولكنها إذا لم تكن متفقهة ستكون خطرا على الأمة بالتالي هي تنافس في تفقيه الساحة والتنافس في العلم شكرا جزيلا لك سيد الولي والطه مدير النشر والإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على هذه التوضيحات أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم في النقطة الصحفية اليومية الوضعية الوبائية في بلادنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وقد تميزت هذه الوضعية اليوم بتسجيل 297 حالة شفاء و246 إصابة جديدة وثلاث عشرة وفات تم تسجيل 246 من الإصابات الجديدة من ضمنها 19 من المخالطين و227 من الحالات المجتمعية وصفر من الحالات الوافدة كذلك تم تسجيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 297 من حالات الشفاء الجديدة فيما بلغ عدد الوفيات أفل الطعش وفات نسأل الله العلي القدير أن يتقبلهم في واسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جنات بلغ إجمال الإصابات منذ بداية الوباء 13.364 من ضمنها 2729 من المخالطين و4450 من الحالات المجتمعية و185 من الحالات الوافدة كذلك بلغ إجمال الشفاء منذ بداية الوباء 9.787 فيما بلغ عدد الوفيات أذرت 114 نسأل الله لهم الرحمة والغفران تبلغ الحالات النشطة اليوم أذرت 1263 من ضمنها أذرت 114 بدون أعراض 99 حالات خفيفة و60 حالات حريجة نسأل الله لهم الشفاء تتوزع الإصابات الجديدة حسب المقاطعات على النحو التالي إصابة واحدة في أموريش ثلاثة في النعمة واحدة في تنبتقى ثلاثة في العيون واحدة في الطينطان سبعة في كيفا واحدة في ألاك واحدة في بوتيلميت إثنتان في المزاردرة إثنتان في إركيز إثنتان في روسو إثنتان في نواذيبو واحدة في الزوارات وواحدة في النشاب 13 إصابة جديدة في مقاطعة ركسر 3 في السبخة 109 على مستوى مقاطعة تفرقزين 11 في دار النعيم 36 في تيارت 7 في توجونين 28 في مقاطعة عربات 3 في الميناء 8 إصابات جديدة في الرياض خلال 24 ساعة الماضية تم إشراء 1840 من الفحوص الجديدة من ضمنها 1882 من فحوص المتابعة و1458 من فحوص التشخيص موزع على 756 من الفحوص السريعة و702 من فحوص الحمض النووي بيسار بالنسبة للفحوص الجديدة خلال 24 ساعة الماضية تم إشراء 51 على مستوى ولاية الحوض الشرقي 36 في الحوض الغربي 122 في ولاية العصابة 11 في قرغل 64 في البراكنا 62 في ترارزة 23 في ولاية آدرار 36 على مستوى داخل نواذيبو 10 في تقانت 35 في كتيماقة 15 على مستوى ولاية تيريز زمور 129 على مستوى ولاية إنشيري 889 في حص جديد في نوابشوط الغربية 202 في نوابشوط الجمالية 155 على مستوى ولاية إنشيري بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 147.783 من ضمنها 20339 من فحوص المتابعة و120.444 من فحوص التشخيص موزع على 96.415 من الفحوص السريعة و24.029 من فحوص الحمض النووي بيسار شرعة الاتحادية الوطنية للوكالات والوسطى العقاريين بالتعاون مع وزارة الصحة في تحسيس وتوعية لسكان مقاطعات نوابشوط الجنوبية حول الخطورة بفيروس الكورونا وضرورة التقييد بالقواعد الأساسية للبقاية من هذا الداء والحد من تفشيه وتهدف الحملة التي أشرف عليها والنوابشوط الجنوبية إلى تعزيز جهود السلطات العمومية في مجال الحد من انتشار الفيروس من خلال عدة أنشطة تتضمن التحسيس بمخاطر الوباء وتوزيع كميات من المعاقمات والكمامات ورش بعض الفضاءات العمومية ذنذ مقاطعات بولاية واكشوط الجنوبية ستشكل على مدى ثلاثة أيام جغرافية حركة وتنقل وتدخل فرق التوعية والتحسيس التابعة للوكالة الوطنية للوكالات والوسطاء العقاريين في خطوة تروم تعزيز جهود السلطات العمومية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا الذي تشتاح موجته الثانية معظم بلدان العالم ستجوب هذه الفرق أحياء عرفات والميناء والرياض ومراكزها الحية وأسواقها ومحطات النقل بها لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالقواعد الاحترازية وتدابر السلامة والنظافة للمساهمة في وقف تفشي الوباء الذي سجل خلال الأيام الأخيرة حصيلة مرتفعة المفيد الوحيد للتقلل على هذا الوباء هو التحثيث والاحتراز ونقول له الرجال لأن هرمية هذا التحثيث هو اللي عدمه دون نشفر شخصية لهذه العملية اللي لا يتمكن مواطنين في المقاطعات والبلديات الثلاثة الولاية من الحصول على معدات يفاعدهم في التقلل على هذه الجائحة اللي واهر لأدى المواطنين كان دي أدى المستوى الوطن وأدى المستوى الولاية نارشط الجنوبية فيما خاصة وعاو خطورتها لا يخفي القائمون على هذه الحملة نقص الخبرة في مجال التوعية والتحسيس لكن تجربتهم الطويلة في الاحتكاك مع المواطنين بشكل يومي ستساعدهم في توصيل الرسائل وخلال أيام الحملة ستوزع فرق التوعية والتحسيس هذه آلاف المنشورات والكمامات والقفازات والمعاقمات إضافة إلى التحسيس عبر مكبرات الصوت لحث المواطنين على التشبذ بالقواعد الأساسية للوقاية من الفيروس وفي المقابل ستركز فرق أخرى على تطهير وتعقيم عدد من الفضاءات العمومية والشوارع والأسواق التي تشهد توافد المواطنين بشكل يومي يدخل حظر التجوال المنظمي في إطار حزمة الإجراءات الوقائية من تفشي الموجة الثانية من وباء كوفي 19 هذا المساء يومه الثالث عشر وتتابعنا الآن صورا مباشرة من بعض شوارع مدينة واد الناقة حيث تنتشر السلطات الأمنية التي تشرف على تطبيق هذه الإجراءات في الشوارع والأحياء إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من بعض شوارع مدينة واد الناقة التي تتمركز بها وحدات من قوات الأمن تشرف على تطبيق حظر التجوال والذي يبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا وترصد هذه الصور مدى التزام الساكنة هناك أو مخالفتهم للإجراءات الاحترازية وحظر التجوال إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من واد الناقة وللوقف أكثر على أجواء حظر التجوال في مدينة واد الناقة ينضم إلينا من هناك موفدنا عبد الودود والسيدان مساء الخير عبد الودود مساء نور عزيز عبد الودود خلال وجودكم في مقاطعة واد الناقة ما هي أبرز الملاحظات التي لفتت انتباهكم فيما يخص تقيد المواطنين بالإجراءات الاحترازية وعمليات التحسيس والتعبئة ضد الجائحة مساء الخير عزيز كما تعلمون مقاطعة واد الناقة لها خصوصيتها التي ربما تميزها عن باقي مقاطعات الوطن نظرا طبعا لموقع الجوستراتيجي المطلع على العاصمة نواكشوت تشكل بذلك بوابة رئيسية للعاصمة نواكشوت من الناحية الشرقية كذلك باتت تشكل في السنوات الأخيرة ملاذا ومترفسا حيويا للعديد من المواطنين في العاصمة نواكشوت طبعا هذه الميزة ربما تضعها الآن في زمن الكورونا أمام مجموعة من التحديات من أبرزها طبعا تحدي الوافدين الذين يتون بالعشرات بشكل يومي هنا إلى المقاطعة وربما يشكلون خطرا على حياة المواطنين هنا من ناحية العدوى المجتمعية من ناحية التحسيس طبعا نحن قمنا اليوم برصد ميداني حقيقة هناك عملية تحسيس لا بأس بها معتبر حقيقة هناك الهياءات هياءة المجتمع المدني وهناك الروابط والأندية الشبابية تقوم بتوعية المواطنين هناك تنسيق مكثف بين هذه الروابط وهذه الأندية من أجل توعية المواطنين وتحسيسهم خاصة في الأسواق وفي الأماكن العامة وأحيانا تقوم بتوزيع الكمامات والمعاقمات من جانب آخر خلال حديثنا مع الطواقم الطبية الموجودة في المركز الرئيسي بالمقاطعة حقيقة هناك حديث عن تغطية شبهة شاملة على مستوى كافة أنحى المقاطعة المقاطعة طبعا تضم ثلاث بلديات إلى جانب البلدية المركزية هناك بلدية العرية وبلدية أوليغات كل هذه البلديات تتوفر على نقاط صحية وفيها أطقم طبية تواكب وتتابع العملية الوضعية الوبائية في مختلف هذه البلديات وبإمكانها تستعين بالطاقم الطبي الموجود في المركز الرئيسي نظرا لقربها الجغرافي من مركز المقاطعة هكذا تؤكد الطواقم الطبية هناك أيضا العديد من النقاط في مختلف القرى والتجمعات التابعة لمقاطعة وادي الناقا وتتحدث أيضا طواقم الطبية عن عملية تدريب جرت لمختلف الأطقم الطبية في هذه النقاط حول كيفية التعامل مع الوباء من ناحية المتابع ومن ناحية الرقاب ومن ناحية أيضا التشخيص كل هذه النقاط التي تحدثت لك عنها تؤكد طواقم الطبية أنها تتوفر على فحص كوفيد بشكل يومي من ناحية ذالثة وفيما تعلق بحضر التجوال نحن حقيقة واكبنا بدأ سريان حضر التجوال لهذه الليلة قبل اللحظات هنا على مستوى مقاطعة وادي الناقة هناك وحدة من الدرك الوطني الموكل إليها حضر التجوال هنا على مستوى المقاطعة تقوم بمتابعة ومراقبة هذا الإجراء الصادر عن وزارة الداخلية وتقوم أيضا بضبط أو عقاب كل من يخالف أو يخرق هذا الإجراءات من المواطنين الذين عادة ما يخرقون هذا الإجراء أثناء حضر التجوال إذن عزة يمكن القول بأن مقاطعة وادي الناقة هادئة ومسجمة إلى حد ما مع حضر التجوال حسب ما لاحظنا اليوم وخلال اللحظات الأولى لبدأ سريان حضر التجوال الذي رصدناه قبل اللحظات وترصده الآن كاميرا الطيارة التي تجوب الآن شوارع مقاطعة وادي الناقة من خلال التحليق في السماء والتصوير عن بعد إذن قناة الموريتانية تضعكم الآن في الصورة التامة لمقاطعة وادي الناقة وهي تعيش لحظات الأولى لحضر التجوال لهذه الليلة إذن عبد الودود والسيدنا شكرا لك على هذه المعلومات كنت معنا من وادي الناقة ونبقى في مقاطعة وادي الناقة حيث تتواصل الحملات التحسيسية حول مخاطر جائحة كورونا بمشاركة العديد من الهيئات الشبابية الناشطة في المجتمع المدني وتواكب سلطات المحلية مختلفة جوانب هذه العملية إضافة إلى مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ميدانيا على مستوى الأماكن العامة هنا داخل مقاطعة وادي الناقة تكثف السلطات الإدارية جنبا إلى جنب مع الطواقم الطبية مجهوداتها التحسيسية والتعبوية في سباق محموم مع تطورات الموجة الثالية من فيروس كورونا واستمخاوف من انتشار العدوى المجتمعية في صفوف سكان المقاطعة التي تؤكد أطقمها الصحية استعدادها التام لمواكبة المرحلة إجراءات الاحترازية أساسا عندنا 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 لكذا فابو المطروحة عند الباب عندما يدخل الرقاج يعد الإجراءات العادية يعني يصل يجيه بالصابون وينشفهم من جيل وراقي ويحاول يعني يتخلص منه في أقرب حاوية ومن يدخل يخرص يسبق في العناصر الصحية الموجودة هنا تقيم وضعيته حسب كانوا مخالط حسب كانوا عنده أعراض منين يعود عنده أعراض يوجه شور قاعة العزل ويعامل معه كحالة اشتباه منين يعود ما عنده أي أعراض ولا مخالط ولا يستقبل كأي مريض معه عن المولي نفس الوقت الطاقم الصحي يحاول على أنه يتم دائما قاع كل مريض يتعامل معه كحالة اشتباه الحماية نفسه هو من الأول وحماية الناس المولي وفي مختلف أحياء المقاطعة تنتشر هيئات المجتمع المدني وروابط الشبابية الفاعلة في مجال التحسيز سعيا إلى توعية المواطنين حول خطورة الجائحة وأهمية الأخذ بالإجراءات والتدابير الوقائية الضرورية الشباب والهيئات الخيرية اللي هون وعدلوا هذا التحسيز التطوعي اللي يشمل المقاطعة يسوى قراءها ويسوى المدينة الدشرة عدلنا بورتا بورتا كل دار جايناها وعدلنا لها تحسيز وضرورة التباع وضرورة قسل ييدين وضرورة ذهاب المستوصى في حالة الشك في الإعراض بالنسبوع الماضي عدلنا تحسيز بورتا بورتا كل دار جايناها واسرحنا لها خطورة جايحة كورونا ويتوقع أن تشمل هذه الحملات التحسيزية المقام بها ضد فيروس كورونا المستجد مختلف القرى والتجمعات السكنية التابعة لمقاطعة وعدلناكا سبيلا إلى الحد من اتشار الفيروس عبدالدود السدنة الموريتانية مقاطعة وعدلناكا وللتعرف أكثر على الإجراءات الاحترازية المقايبية على مستوى مقاطعة وعدلناكا لمحاربة فيروس كورونا نستضيف لكم مباشرة من هناك السيد البول حاكم مقاطعة وادلناكا سيد الحاكم أهلا وسهلا بكم معنا في هذه النشرة أهلا وسهلا سيد الحاكم ماذا عن الإجراءات التي تقومون بها من أجل توعية المواطنين وتحسيسهم بخطورة كورونا على مستوى المقاطعة شكرا بعد تواصلنا للتعليمات الصادرة من الجاة العليا عبر الولاية طبعا قمنا بسدعاء اللجنة المقاطعية وحضر الاجتماع المنتخبون وطاقم الطبي والمجتمع المدني والمصالح المقاطعية ومثل الليمة ومثل التجار من أجل إطلاعهم على الإجراءات الجديدة واتخاذ كل السبل من أجل محاربة كوفيد-19 واتخاذ السبل الوقاية منه وكلفنا العمد البلديات الريفية من أجل القيام بنفسه على مستوى البلدياتهم كما قسمنا المدينة إلى عدة تحياء وقمنا بحملة تحسيسية بيت بيت من أجل أن تشمل حمل التحسيس كل المنازل وتكون حملة شاملة ودقيقة سيد الحاكم ماذا عن الوضعية الصحية في مقاطعة واد الناقة وهل هناك حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا نحن لحد الساعة الحمد لله ذاتنا سجلنا ست حالات وخمسة وعشر مخالط وحالات طبيعية لا عندهم أي مضاعفات وأغربيتهم جاي من واكشوت وهذا يعود يعود لإكراهيات موقع واد الناقة بالنسبة للنواكشوت لأنه نواكشوت منطقة موبوة ونحن المنطقة ملامسة للعاصمة وبالتالي نتأثر منه سلبا وإيجابا وكما أن سكان المقاطعة يفيدون الماكشوت كل يوم صباحا ويعودون منه مساء وهذا يأثر طبعا ويجعلنا منطقة الخطر وعلى هذا الأساس قمنا بحملة التحسيس واسعة وكبيرة ودقيقة من أجل الوقاية لأننا نعتبر أنفسنا في منطقة الخطر سيد البول الأفضل حاكم مقاطعة واد الناقة شكرا جزيلا لكم على هذه التوضيحات التي قدمتم لنا أطلقت منظمة شكرا غير الحكومية اليوم حملة لتوزيع 150 سلة لصالح السكان الأكثر احتياجا بمقاطعة الرياض في ولاية نواكشوت الجنوبية وتهدف هذه الحملة المنظمة بالتعاون مع مقاطعة الرياض إلى المساهمة في التصدي للموجة الثانية من جائحة كورونا في إطار مواكبة جهود الحكومة الرامية إلى التصدي لجائحة كوفيد-19 في موجته الثانية وزعت منظمة شكرا غير الحكومية مساعدات لصالح سكان مقاطعة الرياض بولاية نواكشوت الجنوبية وذلك بالتعاون مع مقاطعة الرياض تحت شعار معا ضد كوفيد-19 نشرف معاكم اليوم شباب منظمة شكرا غير الحكومية على ذي اللفتة الكريمة العددتو لمقاطعة وتتمثل أساسا في تقسيم 150 سلة غذائية ودوات تنظيف معاقيمات وهذا يدخل أساسا في الدور التي قايم بها الدولة في محاربة هذه الجائحة ستستفيد من هذه التوزيعات أشرات الأسري الأكثر احتياجا في مقاطعة الرياض حيث تحتوي هذه السلال على ملابس شتوية ومواد غذائية وتعقيمية إضافة إلى الكمامات طيئة منظمة تنظيم هذا اليوم التحسيسي المساعدة منها في توعية السكان توعية سكان هذه المقاطعة بشكل خصوص في توعية في مواجهة هذا المرض رئيس الشبكة المحلية للجمعيات الشبابية السيد محمد النله عبر عن أهمية هذه المساعدة وذلك لكونها أول دعم تحصل عليه هذه الفئة الضعيفة من المجتمع المستفيدون عبروا عن شكرهم للمنظمة وتثمينهم لهذه المساعدة التي تأتي في هذا الظرف الخاص تدخل هذه التوزيعات في إطار حفل سنوي تقيمه منظمة شكرا غير الحكومية لتكريم المتميزين ومساعدة الفئات الهشة من المجتمع انطلقت صباح اليوم ببلدية دار النعيم الحفلة التحسيسية الثالث لمواجهة جايحة كوفيد-19 التي تدخل ضمن الحملة الوطنية الشاملة لمواجهة هذه الجايحة وقد شارك في هذه الحملة ممثل الأئمة وبعض هيئات المجتمع المدني والشباب وطننا على مستوى المقاطعة مساهمة مساهمة في الحملة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 أطلقت بلدية دار النعيم حملتها التحسيسية والتعبوية الثالثة لمواجهة هذه الجايحة بعد إشراف السلطات لدارية بالولاية التي دعت إلى ضرورة انخراط الجميع في المجهود الوطني الهادف إلى الحد من انتشار الوباء بهذه المناسبة نختر نشكر بلدية دار النعيم على المجهود الكبير الذي ما فتئت تقدمه في هذه المناسبة وغيرها من المناسبات وعيا منها بالدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الدوائر المحلية وكذلك وعيا منها بأنها تمثل جزءا من السياسة العامة للدولة وشركا للدولة وعلى ذلك الأساس فهي تعيي كما يجب على بقية الدوائر المحلية أن تعيي الدور الذي يجب أن تقوم به سواء تعلق الأمر بهذه الجائحة وغيرها عمدة بلدية دار النعيم ذمن جهود المجتمع المدني وخاصة جمعية منافع غير الحكومية ومساهمتها بالحملة الجديدة هذه هدية معتبرة وراجعنا المنظمات لأخرا نعرى عن المنظمات ما هي واحد فيها منظمات قد تعود عندها الإمكانيات أنها تدعم المواطنين وتدعم البلدية ومنظمات على كل حال تقوم بعملها الميداني هذا يذكر فيشكر به لتحسيس المواطنين وحد يفهمهم طريقة تقيهم هذا المرض هذا بعد قام عمل شبار في حد ذاته ممثل المصالح الصحية على مستوى المقطعة ركز في كلمته على ضرورة التقييد بالإجراءات الوضع في المقاطعة على مستوى المراكز والنقاط الصحية على مستوى المقاطعة والمستشفى هناك إجراءات من أجل متابعة والتشخيص ومتابعة الحالات التي تجي يوميا على مدار الساعة وتكفل بها ومتابعة المخالطين والمرضاء على مستوى الأسر وكذلك لمنهم يحتاج تكفل على مستوى المستشفى وحال المستشفى أما ممثلو أليمتي وهيئات المجتمع المدني وشباب وطننا على مستوى مقاطعة دار النعيم فقد ذمنوا شهود السلطات العمومية الرامية إلى الحد من انتشار هذا الوباء مؤكدين استعدادهم المشاركة بفعالية في أي مجهود يخدم البلاد وختما للنشاط قامت السلطات الإدارية والبلدية بحملة تعقيم واسعة للأسواق مشفوعة بتوزيع مامات ومواد تعقيم في الحيز الإداري للمقاطعة إلى ولاية الحوض الشرقية حيث ترى السلوالي السيد الشيخ العبدالله واللواه اليوم بالمسجد العتيق في الحي القديم بمدينة النعمة اجتماعا تحسيسيا لصالح الأئمة وجماعة المسجد حول جائحة كورونا وطرق الوقاية منه بحضور السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين وخلال كلمة ألقاها نوها السيد الوالي بدور الأئمة باعتبارهم قدوة وطالبهم بالمشاركة في حملة التحسيس المقام بها من أجل التصدي لجائحة كوفيد تسعة عشر واختتم الاجتماع بدعاء تضرع فيه الأئمة والحضور إلى الله تعالى بنية رفع البلاء والآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل حيث ينضم إلينا من مدينة النعمة مراسلنا باهبيري وليل يدالي ومحمد علي وليل السالك من مدينة كيهيدي ومن كيفا محمد نمين وليل هادي لو بدأنا معك باهبيري وليل يدالي باهبيري مساء الخير مساء النور باهبيري ما مدى تجاوب ساكنة مدينة النعمة مع الإجراءات الصحية المتخذة من قبل السلطات وهل من حصيلة جديدة عن حالات الإصابة في الولاية بشكل عام نعم عزة كما تعلمين ولاية الحوض الشرقي ولاية حيوية من ولايات وطننا تقع في الجزء الجنوب الشرقي من البلاد هذه الولاية تمتازل كونها ولاية حدودية تطل على منافذ مع الجارة مالي تعتمد بالأساس على الجانب الرعوي بالإضافة إلى الزراعة أيضا إلى التبادل التجاري بينها وبين جارتنا مالي فيما يخص تعامل المواطنين على مستوى هذه الولاية الكبيرة تتعاملوا بالإجراءات مع الإجراءات الاحترازية التي سنتها الدولة وقرتها وطالبت المواطنين التقيد بها حفاظا على سلامتهم من هذا الوباء المواطنين هنا يتقيدون بها ومتباينين في ذلك التقيد البعض منهم ملتزم جدا بهذه الإجراءات والبعض الآخر يسعى إلى التقيد بها ومحاولة التقيد بها وهذا ما جعل السلطات الإدارية هنا على مستوى هذه الولاية تكثف حملاتها التحسيسية وتعي جيدا وضعية الولاية كولاية حدودية وولاية مترامية الأطراف والبعض من المواطني هذه الولاية يعيشون في المناطق النائية البعيدة عن عواصم البلديات وبالتالي هذا ما يجعل على السلطات تكثيف حملاتها التحسيسية التي يتشارك معها فيها المجتمع المدني والأيمة المساجد وجميع قادة الرأي وحتى المواطنين الذين يعون جيدا خطورة هذا الوباء ويحاولون كل من جانبه تحسيس بيته وتحسيس جيرانه بخطورة هذا الفيروس حتى يستطيع السكان حماية أنفسهم من هذا الفيروس فيما يخص الحالة الوبائية هنا على مستوى هذه الولاية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء ثمانية وأربعين فحصا أربعة منها موجبة تم حجز أحد هؤلاء المصابين في المستشفى نتيجة لحالته الصحية التي استدعت ذلك بأن اثنين من المصابين طولب منهم البقاء في بيوتهم وحجر أنفسهم فهذا ما تستدعي حالتهم وللأسف نترحم على الحالة الرابعة وهي لشخص مسين قادم من مدينة تنبتقة نترحم على روحه الزكية الذي توفي نتيجة لإصابة بكوفيد 19 وبالتالي نترحم على روحه الزكية ورحمه الله ورحم جميع موتانا المصابين بهذا الفيروس إذا نباه باري شفى الله المصابين ورحم الشهداء شكرا لك على هذه المعلومات كنت معنا من النعمة ونبقى في مدينة النعمة حيث يستقبل المستشفى الجهوي يوميا العديد من المواطنين القادمين من المدينة وضواحها ويشكل المستشفى الجهوي نقطة تجمع للمواطنين الأمر الذي جعل القائمين عليه يتخذون جملة من الإجراءات الاحترازية لتوعية رواده بخطورة الجائحة المستشفى الجهوي بالنعمة كان اليوم كسائر الأيام وجهة للكثير من سكان المدينة وضواحيها هذا الإقبال الكبير من المواطنين جعل إدارة المستشفى تستخدم جملة من التدابير الوقائية ضمن الإجراءات الاحترازية من كوفيد-19 المستشفى جاهز 24 ساعة إلى 24 ساعة تكفل بحالات ناجمة عن كوفيد يقير نخطئ نقول للمواطنين لإخوة المواطنين أن هذه الموجة الثانية الدفعة الثانية أنها دفعة لموجة شرسة وأنهم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية يبقى في المنازل ما أمكان ذلك ولا يخرج حد إلا لضرورة قصوى ومنين يخرج يلتزم بذلك الإجراءات التي تعرفه كاملين يعود دائر كمامة ومنين يمشي ما يسلم على حد ولا يمس الأسطح ولا يمس الأسطح ورجع للدار لا يمس الأنف ولا العين ولا الفم ما باتني يقسل أيديه والله دالهم محلول معاقي تتعدد مظاهر التقيد بالإجراءات بين زوار المستشفى فغالبية المواطنين يعون خطورة الفيروس ويسعون للاحتراز منه سبيلا إلى محاربة الجائحة فيما يخص المستشفى الكبير بارك الله الإجراءات مقيدة بها والناس محافظة كل محافظة والأراجل عند ملانا لأن المواطن يعود كامل محافظة ومحافظين على أخوته ومحافظين على المجتمع ومحافظين على صحتهم حتى من التجاوز هذه العقبة شفتك الناس ما كان واحد يجي قال دير الزام ما يجي وكماما ما يجي ديرها وذلك ما لبيدات الخشيتان يجيه قال لي الحد مرأ باطل الزام وراجل دير كماما والله دير حولي يضم المستشفى العديد من الأجنحة بطاقة استعابية تصل لمائة وخمسين سريرا كما يحتوي على جناح خاص بالمرضى المصابين بالفيروس ويحتوي على كامل التجهيزات التي يتطلبها مرضى الكوفيد هم على مستوى المستشفى الجهة والنعمة عندنا وحدة متابعة مرضى كوفيد التي تحتوي على ذات المناطق الوحدة الأولة هي وحدة الفرز المرضى أولا المرضى كامل يجيه المستشفى يأخذ على وحدة الفرز التي نقوم باولهم لترمو فلاشت وخلص درجة الحرارة لعاد عندهم حالة تعريفية وعندهم حالة مشتبهة ويدخلوا قاعة مؤقتة التي يعدلهم البحث لعاد موجب يدخل الصف وحدة متابعة مرضى كوفيد وحدة متابعة كوفيد فيها زرين زر اللي هو حجز العادي المرضى العادي وحجز نقطة المرضى الانعاش اللي فيها أربع أسر وزر الحجز الصال العادي عندنا نظم أربعة عشر سر تعقيم كامل للمستشفى وتباعد في الأسر والحد من الزوار إجراءات ضمن أخرى اتخذها المستشفى للحد من اتشار الفيروس حتى لا يتحول من معالج إلى ناقين للعدوى بها بيري ولي اليدالي قناة الموريتانية مدينة النعمة إلى هذا الحد نشكر عائشة عالي كانت معنا في لغة الإشارة احتضنت مباني المندوبية الجهوية لوزارة التشغيل والشباب والرياضة انطلق فعاليات حملة تحسيس ضد انتشار فيروس كورونا الحالة التي تدوم ثلاثة هيا ويشارك فيها عدد من نشطاء المجتمع المدني والجمعيات الشبابية تعزيزا لتعوية المواطنين وتحسيسهم بخطورة وباء كوفيد-19 ضمن الجهود الرسمية الهدفة إلى محاصرة انتشار جائحة كوفيد-19 على مستوى ولاية أدرار أطلقت السلطات الإدارية والبلدية من مدينة أطار حملة تحسيس ضد الجائحة منظمة من قبل المندوبية الجهوية لقطاع التشغيل والشباب والرياضة بالتعاون مع الشبكة الجهوية للشباب ونشطاء برنامج وطننا على مستوى الولاية ولدى إشرافه على انطلاق الحملة أوضح والي أدرار السيد حداد بالياترى أن الحملة تندرج في إطار المساعي التي تقوم بها الجهات المعنية لتوعية المواطنين ضد مخاطر الفيروس شاكراً النشطاء على الأدوار التحسيسية التي يقومون بها في الأسواق وأماكن التجمعات منظم الحملة أكدوا من جانبهم على أهميتها في خلق رأي عام محلي يعيخ خطورة الوضع وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية كما أوضحوا مسار التحسيس والظروف التي ينظم فيها غضلاً عن الوسائل المرصودة لإنجاح العملية هذه المبادرة تستمر مدة ثلاثة أيام عندهم سيارات عليها أبواق التي تقسم المدينة أحياء ويجوبوا جميع شوارع المدينة ويدخلوا البيوت ويتم توزيع كمامات وكما أنهم فيها ملصقات ولا هي تم توزيعها كلها تحث على ضرورة تمسك بالإجراءات الوقائية اللي مع طلوبة قدام خطر كوفيد 19 هذه الشبكة لا هي تقسم الكمامات ولا هي تقسم المرصقات وتوزع المنشورات على الناس يحسوا من هذا الوباء العضار وتحث الناس على غسل اللي يجين بالماء والصابون وتأقيم الأماكن من هذا الفيروس اللي هو فيلوس كورونا الفرق الميدانية وصلت عملها التحسيسي الذي لاقى تجاوباً من قبل المواطنين في أجنحة السوق وعلى الشوارع الرئيسية في مدينة أطار قسم الملسقات وقسم الكمامات على المواطنين من أجل أنهم يتحسوا عن كورونا ويعرفوا عن كورونا الخالق وتموا جروا كماماتهم ويرعاهم كورونا ويقبضوا الاحتياطات الساعة لبدأت الجائحة وهو جائحة ثانية موجة ثانية خلقه هون تحسيس مكثف من طرف الجمعيات الشبابية من شاء الله تحسيس ملحوظ من شاء الله ملحوظ في الأسواق ملحوظ في المتاجر في كل بلايدة ويدخلوا الديارة في كل بلايدة هذا حقيقة جمعيات الشبابية ما مصيوب عنهم شاركت في المهمة سيارات جابت أنحاء المدينة تتلو على مسامع السكان التوصيات الهاتفة إلى حمايتهم وتقلص تمدد الإصابات وتمثلوا هذه الحملة جولة جديدة من حملات التعبية والتحسيس التي يخوضها النشطاء الجمعويون هنا في مدينة أطار منذ عدة أسابيع مواكبة للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا عبد الرحام نجدهم لقناة الموريتانية من وسط مدينة أطار في مدينة جوجة وضمن الجهود الصحية المقام بها تسلمت السلطات التجاوية صباح اليوم معدات وآليات طبية مقدمة من قبل نائب المقاطعة ويأتي تسليم هذه المعدات والآليات للمساهمة في الحملة التحسيسية المقام بها لمواجهة جائحة كوفيد-19 في موجته الثانية إلى جانب السلطات الأمنية والمصالح الصحية أشرف مدير ديوان والي إنشيري على استلام كميات من اللوازم الطبية الأساسية من طرف نائب مقاطعة أجوجت لصالح مركز سطباب المدينة وعشرات الأسر الأكثر هشاشة وتضم هذه المساعدات التي تأتي في إطار دعم السلطات في مواجهة جائحة كورونا 12 نوعا من الأدوية و7 ألاف كمامة وكميات من المعقمات وآلات درش كما تشمل أيضا بطانيات تستفيد منها مئة أسرى في أحياء الصفيح باسم السيد والي ولاية إنشيري وباسم اللجنة الجهوية للصحة أن أشرف على استلام هذه الكمية من الأدوية والأدوات الصحية والكمامات وأدوات التعقيم والنظافة مقدمة من طرفه السيد نائب مقاطعة أجوجة بإطار تعزيز الإجراءات الاحترازية المتخلة للحد من انتشار وباء كوفيد على مستوى الولاية ويسعى القائمون على النشاط من خلاله إلى المساهمة في الجهود المقام بها في بلادنا للتصدي لكوفيد-19 هذه المساعدة تكون من أهلة محاور وتدخل كاملة في إطار دعم المجهودات الوطنية في إطار مكافحة هجاحة كوفيد ودعم المجهودات المحلية للجنة الجهوية لمكافحة وباء كورونا على مستوى جوجة هذه المساعدات تمثل في أهلة الجزاء الجزاء الأول هو المتعلق بالتحسيس ومع الشوار اللجنة الجهوية يتعلق بأسبعة تلاف كمامة من ضمنها ألف وثمائة كمامة محلية مخاصة لطبقات ليش وضعيفة الجهات الصحية بدورها عبرت عن أهمية هذه المساعدات مؤكدة مواصلتها التعبئة والتحسيس نحن في مركز تطوابك جوجة نشكر السلطات الإدارية والأمنية والصحية في الولاية وأشكر اللجنة عموما المشترفة على التصدي لهذا الوباء في الولاية نشكرك مرة أخرى على حضوركم معنا اليوم في تسلم هذه الهدية المقدمة من طرف نهاية بالمقاطعة جزاء الله خير هذه الهدية بلا شك ستساهم في دحر الجهود المفذولة من طرف دارة المركز من أجل التصدي لهذه الجائحة عمدة البلدية شكر باسم سكان الولاية القائمين على هذا النشاط مطالبا السكان بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر كما نوها موثل جهة إنشيري بأهمية هذه الجهود وخاصة في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية وكان لسوق المدينة ومرتاديه نصيب حيث تم توزيع مرصقات وتعليقها على الأماكن العامة في السوق تحث الناس على أهمية التقيدي بالإزراءات الوقائية سبيلا إلى القضاء على الجائحة الشيخ الأحميدي الموريتانية أكجوجت ولتأسلت الضوء أكثر على المضعية الصحية والالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية في مدينة أكجوجت نستضيب لكم السيد أحمد وليعقوب وعمدة بلدية أكجوجت السيد العمدة أهلا وسهلا بكم مرحبا محمد الأمين بداية نسأل ما أهم الإجراءات التحسيسية التي قيم بها أو تقوم بها السلطات البلدية على مستوى مدينة أكجوجت شكرا في طار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية بشكل عام لمواجهة داء كورونا وبالتعاون مع اللجنة الجهوية لمكافحة هذا الوباء على مستوى الايتين الشيري ومختلف الهيئات النشطة الفاعلة في هذا المجال من أجهزة طبية ومن سلطات أمنية قمنا كباقي بلديات الوطن بالعديد من النشطات التحسيسية والتعاوية شملت الحملات التحسيس المواطنين حول مخاطر هذا الوباء وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي قامتها الدولة كأنجع وسيلة وكوسيلة وحيدة لعلاج هذا الوباء والحد من انتشاره في صفوف المواطنين شملت كذلك هذه الحملات توزيع العديد من الكمامات على المواطنين ومواد التعقيم ومواد النظافة وشملت كذلك السيارات التي تحمل الأبواق مكبرات صوت والتي تجوب المدينة لتعبئة السكان وتحسيسهم حول مخاطر هذا الوباء وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية هذا الجهد شاركت فيه مختلف الهيئات المحلية من هيئات شبابية كالشبكة الجهوية للشباب ونشطاء شباب بطننا ومختلف المنظمات الشبابية من أندية ومنظمات نسائية كذلك يعني فيها تكامل مكن من الحد من انتشار هذا الوباء على مستوى هذه البلدية تعلم محمد لمين أن بلدية جوجت تعتبر معبر من وإلى نواكشوت معبر للمسافرين القادمين من نواكشوت إلى شمال البلاد وكذلك من القادمين من شمال البلاد إلى نواكشوت وذلك ما يجعلها عرضة أكثر من غيرها لتفشي أي وباء وأي داء يحدث سيد العند هل لاحظت معين هل لاحظت معين لدى سكان المدينة بضرورة احترام الإجراءات الاقترازية خاصة في ظل الموجة الثانية من وباء كوفيد على كل حال التعاطي في هذه الموجة الثانية من الوباء أحسن بكثير من تعاطي المواطنين خلال الموجة الأولى كما يقال ربا ضارة نافعة لأن المواطنين لاحظوا بأنفسهم وبأعينهم المخاطر الجمة التي يمثلها هذا الوباء وسرعة انتشاره وسرعة العدوى بهذا الوباء أنا أعتقد أن هذه الأيام بدأ المواطنون يحسون خطورة هذا الوضع ويعون ضرورة التقييد بالإجراءات أكثر من أي وقت مضى شكرا جزيلا لك السيد أحمد العقوب عمدة بلدية أكجوجة حد الثمونة من هناك إلى مقاطعة الشام التي تعرف ترقبا حاذرا بسبب العابرين للطريق بينا وذيبوا وكشوط بالإضافة لحركة التنقل المناقبين عن الذهب في ظل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا وتتبين أراء المواطنين حول تطبيق التدابير الاحترازية ومدى التزام السكان بها لمحاصرة الجائحة مدينة الشامي واسطة العقد بين العاصمتين التي تحولت إلى محطة للعابرين ونقطة جذب للمنقبين تعيش على إقاع أهمية الوعي باتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد-19 يالله يلتزموا بالله بالصحة يالله يلتزموا بكما ماتوا بالهامهم ويتحاوثوا على روصهم يتحاوثوا إنسان يصقى ليديه نعلم سوهم عصباح وكل ساعة وكل دابع العاد بحوله يترسم به العاد عنده كمامة يديرها العاد ما عنده كمامة متحود الحولي يدير الحولي دائما يتحفظ به من البروض يتحفظ به لأجل العاد اللي فم وقايا والله شيء ويرحل الزائر للمدينة التي تكتضى بالمناقبين التباينة بالالتزام بالارشادات الاحترازية لمحاصرة فيروس الكورونا المستجد الاحتراز الحمد لله بالنسبة لمدينة الشامي محتر منه بعض المواطني وبعض مثاله ما هم بالا جاد عليهم للمرض لذلك يلا المواطن يعرف على ذلك المرض مرض حقيقي وفتاك ومؤثر على العالم كامل اقتصاديا واجتماعيا ولذلك يلا المواطنين يعاونوا غروسهم اولا لكان الدولة تتعاونهم مدينة الشامي هنا ياسر منهم طبق اجراءات الاحترازية واحدين ما هم مهتمين به وبعض البعض منهم اللي لا ياسر منها لا يطبقها ننصحهم على انهم اللي عادوا يقدوا يحكموا قرعيهم عن ذو الحسيان وعن التنقيب ذي الفترة حالا اللي فتتخطى فاحسن لهم اللي عادوا مالي خير لا رقع الصحة وعن الذهاب وعن الفضاء وعن كل شيء السلطات الإدارية في مدينة الشامي تؤكد اتخاذ كافة تدابير الاحتياطية لمجابهة جائحة كورونا بالمدينة نظرنا لخصوصية المغطاة الشامي ولأن هذا المكان تجمو لكثيرين من المواطنين القادمين من مختلف النهاء الوطن وقد اتخذنا كافة الإجراعات الإحترازي بالمدينة تم توزيع عدد من كمامات والمعاقمات الحمد لله رب العالمين يوم عندنا إلا حالتين حيوية الشامي التجارية والاقتصادية تتطلب مزيدا من عمليات التحسيس والتعبئة ضد الموجة الثانية من جائحة كورونا الفاغة ولي الشيباني قناة الموليتانية الشامي ونبقى في مدينة الشامي لنستطيف لكم السيد رمام ملسدية عمدة بلدية الشامي أهلا بكم السيد العمدة أهلا وسهلا السيد العمدة ما هي الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإدارية والبلدية على مستوى مقاطعة الشامي للحد من انتشار جائحة كوفيد تسعة عشر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا في مدينة الشامي نظرنا مدينة وكونها وكونها قبل المختلف مكونات المجتمع الموريتاني قمنا بالتشاور وبالاشتراك وبالتنسيق مع السلطات الإدارية في المدينة والسلطات الصحية وكان عندنا نظرا للموجة الماضية من فيروس كورونا ترتبت عامل مع هذا الفيروس الفتاك في المرة الماضية واجتمعنا نحن والسلطات الإدارية وجميع الفاعلين الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين كذلك دخلوا على الخط في المدينة من أجل التنسيق من أجل التنسيق في إطار حملة تحسيسية شاملة في المدينة والحمد لله آتت وكلها آتت وكلها المدينة سجلت فيها حالتين الحمد لله أهلهم 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 أو أنا كاد نقول عنهم حالات شفاء الحمد لله واحد منهم ما عنده ما عنده عراض الحمد لله والحالة الثانية حالة مستقرة نظرا كبر المدينة والساكنة الحمد لله عندها واعي اتجاه هذا الفيروس وتعرفت عليها وعرفت تطرق مجابته ومتكونة عندها قناعة عن الفيروس عنه فتاك وعن أنجع وسيلة للتعاطي معاه هي غسل الأيدين بالصابون وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وهذا عمل نقام بها على المستوى الأمثل في المدينة الشامي ولذلك لا أدل على ذلك من الحصيل على الإصابات اللي بالشامي وكون الشامي معبر طرق ومتقى طرق للباحثين والمناقبين يوميا كزر العاملين في مجال الذهب وتغادروا السيارات باتجاه مجال الذهب وترجع منه والحمد لله والحمد لله الأمور تحت استيطرة مطمئنة حالتين فقط في مدينة كهذه الحمد لله إذن سيد العمدة الواعي المتراكم عند السكان إذن سيد العمدة الإمام والسيدية عمدة بلدية الشامي شكرا لك على هذه المعلومات ونأسف للسادة المشاهدين على هذه الانقطاعات نظرا لرداءة الانترنت في مدينة كيهيد تشهد محطات النقل حركي ونشاط من قبل المسافرين في مختلف في أنحاء الوطن خاصة نحو العاصمة فريق من مكتب الموريتانيا في كيهيد زار المحطة الرئيسية للنقل ورصد مدى التقييد بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا محطة الضرق الرئيسية في مدينة كيهيد في بداية الساعات الأولى من صباح حركية واستعداد من المسافرين والركاب المتواجهين إلى مختلف المحاور الطرقية خارج الولاية وداخلها اتباع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا تتفوت هنا بين من يتقيد بها وبين من يتجهل التعليمات صادرة عن الجهات الصحية رقم حملات التحسيس والتوعية التي شملت محطات النقل في كيهيد من الناس متحفة من الناس متحفة من الناس متحفة وتفوت كل من الأخر نبي لهم قليلا هناك فالرأيير من الرص داخل على الشفار سائق الكمامة لنج Rashid و الأخ reson الكمامة إجراءات الاحترازية قالوا أنها لا بدنا منها تعقيم تباع وتكلبين مع الأخر ميطار الله مولي الشواقي يا أما كمامة يا أما حودي وما شبه ذلك ما شاء الله بعد ما شاء الله الحال هنا زين فات سبارك نحن كسائقين نحرص قدر الإمكان على تطبيق تعليمات بالنسبة لنا وللركاب ونرشو من الشميع التقييد بالإجراءات الصحية ضد الزيروس سلطة تنظيم النقل الجهة الوصية على محطة النقل تقول إنها قامت بتوعية السائقين والركاب مع تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية بضعنا الإجراءات اللازمة ببضع الكمامات والسقيل الليدين والتباعد الركاب والمعاقم وفاصلنا على الناقلين على إنها كل راكب يعقموا سابق ركب ودي الكمامة والعمال المحطة هناك كاملة مملي دائر الكمامات وفام التباعد وهي اللي شراءات مطبقة لها قريباك من سبوعين والله لذا نطلع من هون الساعة السادة إلى الساعة السادة وقتا هذا مراقبنا في صيفة جدية وكل كار والله كل وتري بشارجة نوكف عليها لين نشوفه كان ذروية مطبقة فيها وطينا تعليماتنا للصمصارة وطينا تعليماتنا للعمال اللي في المحطة ونحن مراقبين مملدة عن كذا وماشاء الله الحالة ماشي مستوى على حالة من طاقة ماي ويبقى وعيه المواطن وتقيده بالتعليمات والإرشادات الصحية الضامن الوحيد لمحاصرة الجائحة في موجته الثانية والتي تتميز بسرعة الانتشار والعدوى محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي ونبقى في مدينة كيهيدي لينضم إلينا من هناك مدير مكتبنا محمد علي ونسالك أهلا بك محمد علي ما أبرز الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الجهوية على مستوى النقل الطرقي في مدينة كيهيدي وبرأيك ما مدى تجاوب السائقين والركاب مع هذه الإجراءات نعم تتواصل على مستوى ولاية جورجول عموما المقاطعات الأربعة والمراكز الإدارية حملة تحسيسية كبيرة انطلقت منذ أربعة أيام تحت إشراف واري الولاية هذه الحملة هنا على مستوى كيهيدي تركزت على محطات الطرق خاصة المحطة الرئيسية التي تشكل المحور الرئيسي أو نقطة تجميع كبيرة لمختلف الاتجاهات الطرقية تم تدعيم هذه الحملة جاءت تدعيم لحملة مماثلة طلقتها سلطة تظيم النقل خلال تجوارنا اليوم في هذه المحطة لاحظنا بعض من المظاهر التي لم تقيد صحابها بالتعليمات الرقم المجهود الكبير الذي تقوم به سلطات الإدارية وكذلك الجمعيات الشبابية والقائمين على سلطة تنظيم النقل عموما الوضعية هنا على مستوى مدينة كيهيدي وضعية مستقرة لم تسجل حالة اليوم تم زجيل ثلاث حالات أمس وهم في وضعية مستقرة وللاي الحمد حسب ما وصلنا من أخبار من سلطات الإدارية وكذلك المصالح الصحية هنا على مستوى ولاية قرغل شكرا جزيلا لك محمد علي ولسالك مدير مكتبنا بولاية قرغل حدث ثلاث مدينة كيهيدي محمد لمين إلى مدينة كيفا بولاة العصابة حيث يستقبل السوق المركزي بالمدينة العديد من الرواد مما يتسبب في اكتظاظ داخل أروقة السوق ورغم موصلة حملات التوعية والتحسيس إلى أن تراخي البعض مع الإجراءات الاحترازية ما زال يظهر من حين لآخر يعرف السوق المركزي لمدينة كيفا حركة ونشاطا كبيرين يعكسان حجم إقبال المواطنين القادمين من داخل المدينة وخارجها ونتيجة لذلك يشهد السوق اكتظاظا في بعض الأوقات ويظهر في المشهد تفاوت في الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا ما لسه فهنا ملاحظة أن الناس ما يسياني تقريبا يوم 50% أو 60% من الناس وعي خطورة المرض وقابل منه الحذر يقير فهما 40% قدر هنا بداك ما مقابلين الاحتياطات اللازمة التحسيس خرقه وتوزيع الكمامات خرقه باللي الحمد لله رب العالمين الوالي كل ساعة معدل زيارات في المناطق ويحث في عدد التحسيس والمجتمع المدني قائم به والشباب الحمد لله كامل قائم به التحسيسات ويظهر للمواطنين لا يا الله يقبلوا الاحترازات يقير بعد أحسن الحال يقول لي ما شاء الله يجون للسوق أكثر الناس الحمد لله لا دير الكمامات وأمام عدم التزام بعض المواطنين بالإجراءات الاحترازية في الأسواق والأماكن العامة يرى البعض أهمية مواصلة التوعية والتحسيس بخطورة الوباء خاصة وأن السوق يستقبل بشكل يومي عددا كبيرا من المتسوقين القادمين من بلدات وقرى ما زالت بحاجة إلى المزيد من حملات التحسيس ياسر منها اللي أنا متزم لك إجراءات ياسر منه وياسر منه مولي ما هو محتفظ بياسر منه خاصة الشباب ومن الناس اللي قال إنها تقود الله ما هو فاهم الرواية حتى اسمام وهو فعلا هذا المرض خطير وفتاك وواضح شفناه ذوك وضرية المتبشر يكثر التحسيس ويكثره نعطى معلومات أكثر عنه خاصة الناس اللي ذكات يا رادي الشي ياك الناس تفهم خطورته وتفهم أنه مرض خطير هم بعضية ما يمتزم بعضية ما يمتزم شفناها دائرق أماماته تحفظه هي مرصة لذلك سمعت بعض منهم قام عليه السلام وقضية مولية هذا واسم أنه الناس اللي قابلوا لإجراءات الناس اللي قابلوا لإجراءات قابلين هويشهم اسمهم أقول لي يعقموا بينهم أقول لنا أنه ما ندخلين إنهم فوتا نعقموا يدينا نقبل الاحتياطات كاملة السلطات الإدارية والمحلية في مدينة كيفا فرضت حواجزة في المداخل الرئيسية للسوق مساهمة منها في الحد من الاقتلاظ الذي يشهده السوق تفاديا لانتشار عدوى الفيروس لكن يبقى وعي المواطنين لخطر الموجة الثانية هو الضامن الأساس للتجاوز الجميع حاجز الخطر محمد المي الهدي قناة الموريتانية مدينة كيفا بالعودة إلى شبكة مراسلنا في الداخل ينضم إلينا من مدينة كيفا مراسلنا ومحمد المي الهدي مساء الخير محمد المي مساء النور محمد المي كيف تتواصل عمليات التعبئة والتحسيس في مدينة كيفا وماذا عن تعاطي المواطنين في الأماكن العامة والمكتظة مع الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية بالنسبة لحملات التوعية والتحسيس متواصلة هنا في مدينة كيفا سواء على المستوى الرسمي وأيضا على المستوى الشعبي أو مستوى الهيئات المدنية نحن خلال الأيام الماضية رصدنا عدة زيارات لولي الولاية قام بها لأماكن تجمع السكان في السوق المركزي وأيضا سوق المواشي يهدف أو تهدف سلطات الإدارية من خلال هذه الزيارات لتكثيف عملية التوعية والتحسيس وأيضا مواصلتها فيما يتعلق بفرض تلك الإجراءات الاحتراسية في الأماكن العامة وأيضا مواكبة لوعي المواطنين حول خطورة هذا الوباء وتحسيسهم أكثر فيما يتعلق بالالتزام المواطنين أو أيضا وعيهم بهذه الإجراءات الاحتراسية نحن بالفعل خلال زيارتنا اليوم للسوق المركزي للمدينة لاحظنا هناك تجاوب لا بأس به من قبل المواطنين ورواد السوق للإجراءات الاحتراسية لكن أيضا في المقابل هناك عدم مبالات وأيضا عدم التزام بالإجراءات الاحتراسية كافية في الطرف الآخر من أرواد السوق ما يميز السوق المركزي لمدينة كيفا هنا أو بالأحرى ما يرفع هاجس أهمية التوعية والتحسيس هو أن السوق المركزي هو عبارة عن عدة أسواق في مكان واحد وبالتالي تستقبل هذه الأسواق الكثير من الرواد بشكل يومي هذا طبعا يجعل همية التوعية والتحسيس محورية وبالتالي هيئات أيضا المجتمع المدني هنا في مدينة كيفا تقوم بالدور المنطبها فيما يتعلق بالتوعية والتحسيس حملات توعية تنظم بشكل يومي أو بشكل متواصل لتوعية المواطنين وتحسيسهم بخطورة هذا الوباء على العموم هناك وعي متصاعد لكن بحاجة لمزيد من حملات التوعية والتحسيس لكي يترصخ هذا الوعي في تفاصيل يوميات المواطنين أثناء أدائهم لمهامهم اليومية في الأسواق وفي الأماكن العامة إذن محمد لم يمولي الهادي شكرا لك على هذه التوضيحات كنت معنا من كيفا؟ ونبقى في ولاية العصابة حيث تستفيد آلاف الأسر القاطنة بالوسط الريفي من القرى القاضي بتكفل الدولة بفواتير المياه للتخفيف من التدعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا ويصل عدد القرى التي شملتها هذه الخدمة على مستوى الولاية إلى أزيد من أربعمائة قرية أزيد من أربعمائة قرية بولاية العصابة شملها قرار تكفل الدولة بفاتورة الماء منذ شهر إبريل الماضي استفادت منه ألاف الأسر ذات الدخل المحدود القاطنة بالوسط الريفي وذلك بهدف التخفيف من التدعيات الاقتصادية لجائحة كورونا ففي قرية كندرا التابعة لمقاطعة كيفا استفادت خمسمائة وعشرون أسرة من هذه الخدمة التي أشاد بها السكان مطالبين باعتمادها بشكل دائم هذه المبادرة راجلنا تملا مستمرة بالتي أطاعت أكلها الناس ياسر منها ما كان قادي دخل الماء بي تكاليفه وانا أطاعته الفرصة دخلت الناس المكاملين وعادت يشرب من الماء الصالح لشرب مبدل من الابيار وفي ياسر الناس كان يشرب من الابيار ما هو قادي يشرب به اللي ما عنده طريقة يقل يخلص به الماء بالنسبة نحن هو قرية كندرا فعلا وخلانا مجانا ما يخلص هذا بيسمات ولكن شبكتنا ضعيفة بصيفة عندها طاقة زمن الحر خالق تبخى للمتواليها من الناس فعلا وزمن الحر ما هو خالق يضع في الماء قرى أخرى شملتها هذه الخطوة منها قرية التيسان التي استفاد منها ثمانون مشتركا من مجانية خدمة المياه وان كانت مشكلة سيعة الخزان ما تزال تحد من توفره بالقدر المطلوب في القرية 2020 السارة الرابعة منها نهاية السارة الرابعة الممزان ما قطينا خلصنا وستدنا من مساء الله حتى لكي عنا طالبين الدولة تمدوننا خطوات عديدة تم اتخاذها منذ وصول فيروس كورونا للبلاد تهدف أساسا لمساعدة المواطنين الأقل دخلا لتخطي الصعوبات المعيشية الناجمة عن تضرر الاقتصاد نتيجة للقيود المفروضة بظل جائحة كورونا وللاطلاع أكثر على هذا الموضوع نستطيف لكم السيد عثمان ممد سو مدير المياه في الوسط الريفي بولاية العصابة أهلا بكم السيد المدير أهلا بكم إن شاء الله السيد المدير يطارب بعض سكان الوسط الريفي بصيانة وتوسعة شبكة المياه وتقويتها ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم في هذا الصدد؟ السلام عليكم وحما كنت قويها والماء في الماء تتعطش الناس وتعطش الشبكات لأكمل أن جاء الشر وزارة وهم يعدلونها يشوفوا القرية عطشانة وشوفوا ودع تهية يجيبوا المهندسين خرصوا كشيفة قد يزيدوا وشرب الناس هناك مثل القيارة التي ترى في زمن مادي يجيبوا الدولة خرصوا ودعوا ودعوا فراج ودعوا كشار بنا وما شاء الله لا يوجدوا مشكلة واضح، المدير الذي يساولكم كثير من المواطنين نحن كسيانة ونقضلوه إن شاء الله ما نبا أخلين شي معه وحد شاكي على شغلتنا معه وما نبا أدلينه قاعد الخارج من زيادة يعني وزارة وعلى العمدة من نفسه يشوف ودع تهية يطلب زيادته من مصاعدة نحن وعلى هذه التوضيحات نهد إلى مليات داخل تنواذيبو حيث احتضن مقر البندوبية الجهوية لقطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان صباح اليوم عملية الانتساب الجديدة للهياكل المهنية للصناعة التقليدية والحراف وتدوم عملية الانتساب المفتوحة أمام الصناعة التقليدية والحرافيين الممارسين للمهنة بداخل تنواذيبو خمسة أيام تدخل عملية الانتساب الجديدة للهياكل المهنية للصناعة التقليدية والحراف في إطار عملية شاملة هدف وانتخاب الهيئة الوطنية والجهوية سعيا لوضع استراتيجية واسعة النطاق للرفع من مرضودية القطاع العملية جرت هنا بنواذيبو وسط جو من التفاؤل والانسجام ما رده طموح الجميع إلى غد أفضل جئنا اليوم لإشراف على عملية انطلاقة تجديد هياكل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحراف وطلعنا على عملية الانطلاقة وشفنا الإجراءات المتخذة وفهم السيابية كبيرة في العمل وراجم عند الله التوفيق الجماعة المكلف بمهمة بوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان رئيس اللجنة المشرفة أكد بأن هذا الانتساب يدخل ضمن امامات السلطات العليا في البلاد تذمينا منها لدور الصانع التقليدي والحرافي في النهوض بثقافة الوطنية بدوره المندوب الجهوي لقطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقة مع البرلمان نائب رئيس اللجنة المشرفة أكد بأن السلطات الجهوية تعمل على شفافية الانتساب حتى يتمكن القطاع من وضع قاعدة بيانات من شأنها أن تكون منطلقا لتطوير الصناعة التقليدية والحرافية المنتسبون أشهادوا بجو العملية مؤكدين على ضرورة وجود غرفة متماسكة من شأنها تطوير القطاع في المستقبل الحمد لله يجبعنا برصة نحن كنا شمنا الناس ونشتغل وياسر مزمناك مسعيمة الحمد لله نشتغل وما كنا عنده طوحو بلايدة واشتغل فيها يقير كنا خاصة هذا للنظام وزين عندنا ومتسبنا اليوم لهذا الصناعة التقليدية الحرافية والصناعة التقليدية وزين عندنا ومشيف الظروف زينة الحمد لله لكن إن شاء الله الأمر فيه خير إن شاء الله نعود فيه نجاح إن شاء الله وهم تطور وهم تكتل الجماعات كاملة وهم إن شاء الله بداية خير إن شاء الله تعود وتشرف على عملية الانتساب التي تدوم خمسة أيام لجنة مكونة من القطاع الوصي والسلطات الإدارية الجهوية وشؤون المرأة وممثلين عن الصناعة التقليدية والحراف لقناة الموريتانية عبدالله الزبير وذيبو نسرة تنتهت ولو يبقى إلا التذكير بالعناوين الوزير الأولي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19 وزارة التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاع تطرق ملتقا لإدماج التقنيات التربوية الحديثة لتعلم القراءة والكتابة والحساب حملات التحسس بخطورة كورونا تتواصل على عموم التراب الوطني وقناة الموريتانية تقصد الأوضاع في أكثر من ولاية بمكاركم متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كما يمكنكم متابعة بثنا لإذاعي عبر الموجة التراددية 101.9 مشاهدين الكرام إلزموا البيوت ونحن نمدكم بالمعلومة والخبر في منتصف الليل تلتقونا زميلي محمد نمين والعبد الودود وعرض إخبار أخي لديكم الحين هذه تحيانا جميعا السلام عليكم اشتركوا في القناة